يا نابل يا بلاد زهرة تحية الى كل مستمعين مستمع غاجو ماد وسكان الوطن القبلي وجميع سكان تونس الكل تحية لهم يعطيهم الصحة اللي اسمعوا فينا الكل على إذاعة غاجو ماد وتابعوا فينا على الباج فيسبوك غاجو ماد تونيزي مرحبا بكم نرجعوا مع السيدة ناديا سيسي وزغيراتهم تاعنا وستداتي ريم وستداتي اميرة مش نبديو ديركتما بسؤال الأحمد الغفيري دونك تفضل سؤال عندك كان عندك سؤال يراودك أحمد فاشي يسألوا تقول سيدتي ناديا ونوضحوا سيدتي ناديا هل لك أن تطلعين على فوائد دماء الزهر المقطري؟ نعم سوف أطلعوك ما هي فوائد الزهر المقطر؟ انتي تشوف أمك في الكوجين الطيب؟ تدخلش معه الكوجين؟ لا تعاوني هاشي في الكوجين؟ نعم غلي بميك لك هواء علمتوا لاحظي شي؟ لاحظتوا شي سيدتي ناديا دي ما المزدح قربوا لك أنتي باش نجموا ناس المعبارك ده ماذا لاحظت في أثناء عداد حلويات العيد؟ لاحظتوا أنا أمي قبل أن عند خلط المكونات مثلا؟ محول ماذا تستعمل؟ تستعملوا نبتة تستعملوا الزهر تستعملوا النبتة مباشرة؟ ماذا تستعملوا؟ الزهرة يعني تقصدوا ماء الزهرة ماء نقطر بتاع الزهرة حتى الزهرة نستعملوها فهم عبيد يعملوا قهاوي عربي يحطوا فيها الزهرة وتعطي ماذاق بنين برشة الورقة الزهرة البيضة هذيك نعملوا بها المعجون هاي معجون شكون يعرف معروب المعجون تذوقته في بالي زادة فهم حاجة أخرى نعملوهم من الزهر يعملوا المال ورق مال ورق وليستعملوا فيه الورق متاع الزهر هذيك الزيادة متاع الورقة متاع الزهرة شجرة اللارنج بعد ما نجمو أحنا الزهر فهم الزيادة اللي تتزيد في الورقة كذا البرعم الجديد اللي يطلع ذيك ذيك كله يتنحى ونعملوه القاح مقتروه يتسمى القاح فهم حتى عبيد يعملوا مال مجموعة يسميوه فيه الزهر وفيه العطرشية وفيه الزن سفور والنسري تحية اللي جتت يعتطني المكونية دوم خطراني معادي حتى فكرة فهمها هي الحقيقة المجموعة دي فهمها برشة ريحتها فهم حتى شكوني حتى للبخور مجموعة تتسمى بيك نوع برشة فوائد فهمها فوائد علاجية كذلك نجابه على سؤال احمد من فوائد الماء الزهر المقتر اللي هو نستعملوه في الأطعمة عديد من الأطعمة احنا في ولاية نابة نستعملوه في الكوسكسي في قهوة في الحلويات في عديد من الأطعمة وكيما نستعملوه زي داك لضربة الشمس فصل الصيف نستعملو برشة الماء الزهر نلقاح ندوي بها ولادنا اللي يكرش وتوجعو يستعمل ماء الزهر اللي رسوا يوجعو يستعمل ماء الزهر كل اللي عنده فوائد الفروت الرأس الشعر يعطروا بهم ثيابهم زي داك فمشكون يستعملوا كلمة المعطر في الصيف خاصة نستعملوه برشة خاطر يخفض من الصحان موام موام برشة طعم لذيذ الزهر طعم لذيذ حتى النوم الهادئ يرتح استعملوه خاصة للرضاعي استعملوه على طول السنة كما قلنا معنا سيزان بركة حصاد ولكن الزهر يكمل معنا العام كم معناس يختبون احنا في الوطن القبلي مقدس حاجة مقدسة على اخر نشاط مجالات متعدة وكيما قلنا حتى يستعملوه في العطور الثمينة والغالية على الاخر يتم استعملوه ياخدو جوزة الطبقة متاع الزيت مدام ناتيا نستغلوه في هذا نشجعو البيعاتين جدد باش نوليو احنا نستغلوه زهر طنارنج عليش يوقعت خيرنا ماشي الغيرنا كلمة كلما مهمة برشة خيرنا ماشي الغير مشكلفين سيدانيا جون بخومتور اوكي معنى تشكون عندك الرغبة والتحادي انك تبدأ في مشروع كيفان هكا ولكن الامكانيات مش موجودة وما فهمش التدعيم والمساندة لازمة بشيش منجح في نوع من المشاريع دي سيختول الترى برشة موارد وبرشة ممكينيات هكا ولا لي نجح لصغيراتنا اسهلة اخرى ترودكم نعطيوه الكلمة سؤيل جون ارغب في انتاجي قصة اتحدف فيها عن جني الزيتون عن جني الزهر مش مشكلة كلها خيرة ربي زيتون زهر مرحب هاي في بلدتي وانا احتاج الى معرفة الى معرفة مراحل التقطير هذه الزهرة هاي وادوات المستعملة ادوات المستعملة اشجعك على مشروعك تحب ان تنتج قصة تتحدث فيها عن عادة جني الزهر النارنج عادة تقطير الزهر النارنج ايضا اشجعك عزيزتي اشجع زميع الصغار المستمعين على انجاج هذه القصة او انتاج نص سردي نعم اذا تحتاجين الى بعض المعلومات نعم سيدتي ناديا وانا جاهزة بذلك شكرا لك حدثينا عن مراحل التقطير كما نعرفوا احنا وكما تلاحظوا نحنا في ديار جديتنا نلقا وركن فيه معدات التقطير اللي هي كل عام ذاك المكان مخصص باش نقطروا فيه الزهر ثم العطرشية ثم الورد مكان يكون فيه الماء موتوفر تكون فيه المعدات حاضرة اللي هي تبدأ المعدات متاعنا من الغاز والدبوست الغاز ومعاهم ويعاء يكون نحاس في الاغلب هي نحاسة كبيرة ومعاهم قطار العربي متاعنا معاهم نمكبل فخار ومعاهم الجعبة اللي تلقاها متعدية في وسطك قطار كبير اللي هو البرمين باش يبرد قطارات الماء تتعدطها في الفاشكة اللي هي الفاشكة معروفة نسكن نحنا عنا الفاشكة النابلية متاعنا نقوموا نقوموا بعد جمع نقوموا بتنظيف الزهر نبتة الارنج نخليوها نهارية نحنا نقولوا باش تليث وتخرج كزيت متاحها بعد نهارين نحنا نعملوا نكيلوا في العادة في الأصل تورثناها العادة هذية تقاليد جدودنا غربة اللي نكيلوا به النبتة الارنج اللي تقتر انه هي وزنة الوزنة بتاعنا هذيك اللي هي غربة نعبيوها في فكل الوعاء النحاس ولكن سيدناتيا نحكيو على هذي حرفة من الحرف اللي قاعدة تنقرض وبدأت تنقص نحكيو على جدودنا اللي يتقنوها ويحصقوها ولكن مع طول أجيال جديدة وكل بدات تندثر تندثر بالحق احنا هو نحاولوا نورثوها لأولادنا والحقيقة معنات هي بالحق راوجيلي جديد ما عادش يعملها تلقاه كان في دار جدة ولا جدة ما عادش معناتها ماشي وتندثر فما صحوبة بش ترقع بيدة لتقتر توفرك صحي داي ويقولوا كتير يديات معنا حرفة مش مسكل تحذقها ومش مسكل عندها حنكة فيها تقنيا يلزم مشكون يكون من أهل الاختصاص باش تقتر معناتها مش أي واحد ينجم يقتر ويخرجك الزيت اللي تلقاه كوش هكا زيت بالصانة يتبقى فوق الماء فما حكمة معناتها في التقطير ما صنعه هذه نحاولوا باش نورثوها لأولادنا وهي ان شاء الله هذيك عليش حصتنا دوم حبينا نذكروا أكثر من المعلومات حبينا صغيراتنا يتشبعوا بالمعلومات هذي يتشبعوا بالعادة هذي ان شاء الله يتقعد لهم احنا سيدة يميرة ما نحكيوش حتى على الصغيرات احنا الكبار بيدنا فما شكونا نتوهم يعرفش القطار ولي هو موجود بالله دعوة مثالش اللي يمشي حتى المعرض نيبل الدولي راهو موجود قطار غادي انا والله شخصيا كيف زيت صغيرات يقبل في اطار كمشروع صناعات تقليدية هذيتم صورتم باحد القطار ماذا بينا يمشي وشوفوا مثالش باش رسخوها في ذهن أولادنا باش غير ايضا هناك نصب لفاشك فاشك زهر كبير في وسط مدينة 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 واذا ما يساهم في تمرير الثقافة القديمة متع الاجهة لازغيراتنا ذويكة نرجعو لهم شنو رايكم في الحصة اليوم حسيتو اللي انتو ما استنفعتو من معنام محتوية متع اليوم واسكو زايد الشغاف متعكم التقطير الزهر وللنشاط هذي نشاط الموسمي اللي نعديوه كل سنة احمد الكلماليك يعيشك عمي قل اه شجرة النارنج عجبتني برشة بالحوار متع اليوم باهي ويساعد برشة ويذكرنا بالدينة الأقديمة قبل واضح وعندك شي أسهل أخرى تحب تسألهم سيدتي نادية توضح بهم أمور أخرى في النشاط هذي من سيدتي نادية ومما يتكوم القطار عدد الدواز التقطير للاسف كان مجسد صغير للقطار هو على شكل وعاء يكون نحاس في المغلب الوقت. على خاطر كتصير عملية التقطير. القطارات النادية اللي تطلع كي يبدأ أليمنيوم. يجبد الترسبات الموجودة في المادة اللي هو فيها النبتة اللارنج. من مستحسن يكون نحاس باش باش ما تقعدش كترسبات متع المادة متع الإناء اللي نحنا القطر بي. وهذا الفرق بين التقطير اليدوي الزمني التقليدي وبين التقطير الآلي التقطير العصري هذايا. الكلما ليك شاهد المادة عندك سؤال. نعم. خذ راحتك مجال لك أنت. سؤال سيدتي. تشجعين أصدقائك هل تحبين أن تشجعي أصدقائك على انتاج القصة. نعم. ارسلي رسالة إلى أصدقائك ماذا تقولين لهم؟ أريدكم أن تنتجوا قصة تتحدثون عنها عن جنيز زهر. فيها تتحدثون فيها عن عن جنيز زهر. هل ستقومين بمساعدتهم في قسمك؟ نعم. ستمدينهم بماذا؟ بالمساعدة. كيف تتمثل هذه المساعدة؟ إذا ما سألك أحد سؤالا عن أدوات التقطيري عن مراحل التقطيري. أقول له المعلومات الذي قالته سيدتي نادي. نادي أحسنتي عزيزتي. دونك اليوم هاكا كانت حسنتنا كلمة ختم لك أنتي مادام ميرا. وبعد عزيزتي مادام ريم. وبعد كلمة ختم مادام نادي. نزيد نشكر سيدتي نادي على المعلومات القيمة اللي ودتنا بها. نشكر أحمد وشاهد أيضا على تفاعلهم المميز. ونشكر سيدتي نادي على مختلف العطورات اللي فاحت بها حسنتنا اليوم على ثمرة الأرنج زيادة. كانت تعرفنا بيهم أستاذي نادي. هذي تودى بوس الزهر واضحة. وهذي الثمرة. ثمرة. لا تؤكل هذي ثمرة الأرنج. وهذي ثمرة ثمرة قبل ما طيبة. هذي ماء الورد. ماء الورد. ماء الزهر. ماء الزهر. ماء الزهر نقوله. وماء العطر الشياء. ايو انا جبت الفاشكة متاع منها والزهر. خصيصا باش شوف انت الزيت ذاك اللي نحن نقولونه زيت نبدة اللارنج. اكله نونه احمر. واذاك زيت هو زيت دابوسة متاع منها والفاشكة. هذي يدل على جودة التقطيع. جودة الماندونج وجودة التقطيع. الكلمة لك مادام. آآ يعطيك صحة مادام ناديا. نعاود نجدد تحية. شكرا على قبول دعوة على رحابة صدرك. ونشكر زيدة احمد وشاهد يعطيكم الصحة. آآ نختمو بك سيدتي ناديا. آآ يعطيكم الصحة على البرنامج الحقيقة. انا مالي بدي البرنامج وانا كنت من مشجعين بتاع البرنامج ونتبع فيهم. آآ يعطيكم الصحة بالحق. شكرا لك انتي. آآ بيه لصغيرات ويشجعهم وحافظ باش ننزيدوا نحن لأولادنا. آآ شكرا لك انتي. يعطيك الصحة. وشكرا. آآ نعاود ونأكدو ان شاء الله معنا يتم ترسيخ ورعاية العداد وتقاليد متاعنا. هذو ما استنسنا بيهم في الوطن القبلي وبسفعة عامة في كامل ارجاء الجمهورية. دونك هكا كانت الحصة متاعنا نخليوكم آآ مع مروين بن هزيز في الكازة دي كوتورة بسلمة.